بعد مشاهدتك لهذا المقطع سيكون أمامك فرصة كبيرة لتغيير حياتك مرحبا ولا وقت لدي لإضاعته في كتابة مقدمات سخيفة أنت وأنت أيضا ليس لديكما وقت لإضاعته في تفكير سلبي تافه وليس لديكما وقت لإضاعته في الاكتئاب والشكوى والتذمر أخبرني من سيكترث؟ من سيكترث لك ولك آباتك السوداء؟ لا أحد لذا عليك الاعتراف أولا وقبل كل شيء أنك المسؤول الوحيد عن كل شيء يحدث لك الآن في حياتك وثانيا يجب أن تكون على ثقة تامة أنه لا أحد سيأتيك على السادسة صباحا ليوقذك من أحلامك الوردية ويجبرك على العمل والقيام بتمارينك الرياضية ولا أحد سيشتري لك سيارة غراري أو منزلا من المنازل الفخمة ولا أحد سيكترث لحزنك أو لظروفك وزيادة على ذلك أن تعيش في عالم تنافسي على أقصى مستوى من المنافسة كل منصب تريده هناك الملايين من الشباب كذلك كل قرش تريده هناك الآلاف من الناس بل الملايين يريدونه أيضا كل منزل وكل سيارة وكل حسناء تريدها هناك ما لا يعد ولا يحصى من أقرانك يريدونها أيضا والفرق بينك وبين من حقق ذلك النجاح الذي ما زلت تحلم به هو الانضباط الاستمرارية القسوة تعلم كيف تقص على نفسك جرب الخروج من مناطق الراحة ضع نفسك في أصعب وأقصى المواقف تعامل مع الضغط تعلم من أخطائك معظم الناس عندما يصادفون أولئك الناجحين في الحياة تصيبهم الغيرة أتعلم وطالما أحببت أن تكون لدي شركة ناجحة وطالما أردت أن أمتلك سيارة رياضية أن أحصل على فيلا فخمة أن أصبح جذابا ومفتول العضلات أن أعيش حياة الرفاهية أن أتزوج من فتاة حسناء جميلة وعندما تذهب لتسأله لماذا لم يحقق كل تلك الأحلام الجميلة فيجيبك بأعذار واهية قائلا الحكومة سبب تعاستي ليس لدي الوقت لا أعلم لماذا ربما طقص ظروفي غير ملائمة فاشل تعيس كسول دائما يمضي كل يومه في مشاهدة مباريات كرة القدم والأفلام والمسلسلات وتصفح المواقع الإباحية ويتسكع مع الفشل ويدعي أنه ليس مؤهلا أن يصبح ناجحا في شيء ما بسبب ظروف وأعذاره السخيفة لن تصبح شيئا وستبقى فاشلا ما دمت تستسلم لأدنى عقبة ستبقى مجرد عنصر ثانوي ستتظاهر بأنك أعمى ولا ترى الفرص ستنتظر قدوم النجاح إليك بينما الآخر يصنع طريقه نحو النجاح بغضب وشراسة توقف عن خداع نفسك وارمي بها في الشقاء لتتعلم كيف تعيش وتحقق أهدافك فالأحلام ستبقى مجرد أحلام إن لم تعمل على جعلها حقيقة بعض الناس رفضوا أن يعيشوا سنين شبابهم كبشر منهم من عمل ست ساعات متتالية بدون راحة ومنهم من يتمرن سبع ساعات كل يوم ومنهم من أفلس وأصبح يبحث عن الطعام في القمامات وأمس من أغناء أغنياء العالم ومنهم 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 كلنا لدينا فرصة في هذا الكون كلنا بدون استثناء وسطوع تلك الفرصة يعتمد بشكل كبير على أسلوبك في التعلم من سقطاتك وفشلك في أي شيء كان وفي أي عمل كان وفي أي هواية كان يسرني جدا إخبارك بأنك إذا بدأت بمطاردة أحلامك وأهدافك ستفقد الكثير من أصدقائك وبين قوسين بعض الحاقدين والفشلة الذين كانوا يتسطرون بحجاب الصداقة ويسرني جدا إخبارك بأنك ستتعرض للغير والحسد وستشعر أيضا بالتعاسة في بعض الأحيان فاتتك فرصة فشلت في مشروع تركتك حبيبة لن تكون نهاية العالم ما دام اليوم ما زال يحتوي على 24 ساعة وما زال بإمكانك التنفس فهذه أكبر نعمة إذن تستطيع بناء شخصيتك تماما كلعبة فيديو إلا أن الأمر سيكون صعبا في البداية شارك هذا المقطع مع من شئت وإن أعجبك لا تنسى دعمي شكرا وأراك في مقطع آخر شكرا للمشاهدة